يا عبد الله يا من طال بلاءك قد يكون يا عبد الله أن بلاءك هذا طال لأن المنازل لك في الجنة لن تبلغها إلا بالصبر فاصبر الله قال لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ولذلك أيها العبد اعلم في الحياة لا بقعة إلا وبها بلاء ثم بعد ذلك انتظارك لفرج الله مهما طال عناءك فوالله إن الله يسمعك ثانيا الوقفة الثانية الله قريب من صفاته القرب جل وعلا هذا الذي يسمع دبيب النمل هذا الذي سمع تحاور المرأة خوله بن ثعلبة وهي تشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما عائشة بجوارها ما سمعت هذا العظيم سبحانه من صفاته القرب من صفاته القرب حديث نفسك يعلمه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه طيب يا أخي إذا تمتمت له بالدعاء والناس لا يسمعون ألا يسمع ألا تشعر بقربه ألا تشعر بقربه إن شعورك بقرب الله لك يجعلك تطمئن ترى بعض الناس يقول يا شيخ ودي أقول لك بس أبيك تفهمني ويجلس أمام القاضي يقول يا شيخ أنت يمكن ما فهمت لي يقول قال والله فاهم لكن لا حق لك تريد أن تفهم الناس الله جل الله وله المثل الأعلى ما يحتاج تقسم افهمني أن تبدو ما تتكلم هو العليم الخبير هو الذي يعلم ذات الصدور هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الله هو القريب هو المجيب ولذلك اطمعني يا صاحب الهم شفت الهم هذا اللي في صدرك أعيانا تزل معه دمعة وأنت تناجي الله إن كانت دمعة خشية يا حظك يا شيخ وأحيانا بعض الناس لا يمكن أن يصلحه إلا أن يصب عليه البلاء يا صاحب الغم إن الغم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الفارج ربي لكن بشرط أن تعرف الله لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لاحظ ناداه هو ولا يستطيع أحد ألا يمكن للغم أن يقتل ذنون في بطن الحوت ترى بعض الغم هو اللي يسبب لنا السكر والضغط والجلطة والاكتئاب والحزن والسكتة ولذلك الأطباء يقولون أن كثيرا من الأدواء هذه الأزمان غم ما خرج والغم يخرج بطريقة علاجية وحيدة وهو أن تشتكيه إلى الله فيبدل الله الهم فرحا ويزيل الحزن ويربط على قلبك إذن لا إله إلا أنت هل هذا العظيم تعرفه في الرخاء؟ من عرف ربي في الرخاء عرفه ربي في الشدة ولذلك فلولا أن كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون واصل في التسبيح وهو في البلاء ما مر على قلب ذنون عليه الصلاة والسلام وقفت يأس ولا إحباط ولا قنوط لأنه يعرف الله البعض إذا قلت له يا أخي أدعي قال يا شيخ دعينا أرقي يا أخي قال يا شيخ كل المطاوعة تفلوا عليه ولا نفع حتى لا أحد يقول تفلوا ومنفتوا واصلتم معه إلى الإقنوط واليأس والإحباط يا شيخ والله جربنا القرآن وجربنا أصبر 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 القرآن ما يجرب الله يرحم والديك هذا كتاب أنزله الله شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تجربه والله من جرب القرآن ما يشتفيد من القرآن دعينا جربنا ما استفدنا رحنا للطبيب يا شيخ ثم بعد ذلك يتمتم لك الموت يا ليت بالموت الله يأخذني ويريحني والله لو كان بيريحك إذا أخذك الله يأخذك لكن أحشى أنه يأخذك ولا ترتاح ولذلك من الذي دعاؤه يجاب ذاك الذي يلح ذاك الذي كان في السراء يدعو ذاك الذي يسبح مع الدعاء وانظر إلى فقهه وحدا وسبحا واعترف بالذنب وهذا أيضا فعله آدم اعترف بذنبه يا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ما أجمل أنك تقر بالذنب يا مسلم أقر بالذنب لربما أدعم غمك وضيقك سببه أنت وغالبا أنت مصائبنا بسبب ذنوبنا ويعفو عن كثير جل وعلا إذن أيها الأحباب من عرف الله هذا أبدأ به حتى لا أطيل عليكم علاج هذه الغموم والهموم أولا أن تجدد معرفتك بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله أعلى المعارف والمعالي ولذلك العالم يموت ما درينا عنه ما عنه إلا ربما جالس عشر سنوات في السرطان ما أخبر أبناءه وما اشتكى إلى مخلوق وعلماءنا في ذلك من أكبر الأبواب أكبر أبواب الدروس نعم حتى نذكر أشياء حاضرة علماء كثير يتقدم بهم السن وتتقدم بهم الأمراض قد أخفوا عن أقرب الناس إليهم أنينهم وآلامهم مع أنها كانت تفتك بهم البعض كان يذهب للطبيب فيأخذ الدواء لكنه يذهب إلى الطبيب الذي يبرئ الأكمه والأبرص سبحانه وتعالى فيسأله أن يحييه إن كانت الحياة خيرا له وأن يميته إن كان الموت خيرا له مطمئن راض قد قرت عينه سبحان الله لذا اعرف ربك تتدكدك جبال الهم في قلبك تزول والله الغم